السلام عليكم القبول المشروط كلمتكم عنه مسبقاً وشجعتكم عليه المرة هاي راح احذركم منه ليش خلينا بالأول نفهم ما هو القبول المشروط حتى تحصل على قبول دراسي في كندا انت بحاجة الى مستوى معين من اللغة كيف الجامعة بتعرف مستواك باللغة انك حققت المستوى من خلال الامتحان الدولي اللي هو ايلتس توفل او داولينجو بحيث انك انت تجيب ستة او ستة ونصب الايلتس او ما يعادل القبول المشروط هو ان يتم تأجيل موضوع اللغة يعني راح يقبلوك الان على اساس تحقق المستوى المطلوب من اللغة لاحقاً بعد ما تدرس لغة في كندا لحد الان الشي ممتاز تيجي بتدرس لغة في كندا بتحقق اللغة المطلوبة وبتدخل البرنامج الدراسي ممتاز لمين؟ ممتاز اذا لغتك الانجليزية اساساً جيدة يعني بتحتاج بس تدرس مستوى واحد فصل دراسي وبتكمل مستواك المطلوب باللغة وبتدخل البرنامج المطلوب بعدها مباشرةً ولكن واحد لغة الانجليزية ضعيفة هذا نصيحة ما يجي على قبول المشروط ليش؟ لأنك راح تتعرض لاستنزاف مالي بمعنى الكلمة كل مستوى بيكلف حوالي خمس تلاف دولار اللغة مهارة وليست علم يعني أنت ما راح تقرأ الكتاب تحفظه تروح تنتحن لا هي مهارة تكتسب مع التمرين خلال فترة زمنية فأنت كم لذل محتاج؟ كم مستوى محتاج؟ كل مستوى خمس تلاف خمس تلاف وهل يترى راح تنجح بالمستوى هذا من أول مرة ولا تعيده؟ فإذن أنت بتتعرض لاستنزاف ما بتعرف متى راح تخلص سنة يمكن سنتين كل ثلاث أشهر أربع أشهر خمس تلاف دولار هذا أولا ثانيا ممنوع على الطالب الدولي العمل خلال فترة اللغة إذا الشخص كمان متزوج يعني وحدة جاي بزوجها أو العكس ممنوع على الزوج أو الشريك أنه يشتغل خلال فترة اللغة فإذن أنت بتصرف بس ممنوع تشتغل وكم مش معروف لذلك لغتك الإنجليزية بتوصلك مثلا أنك تجيب خمسة بالآيلتز أربعة بالآيلتز أقل أدرس لغة في بلدك نصيحة أدرس لغة في بلدك حسن لغتك في بلدك أوصل لمستوى عالي إنجحت بالآيلتز ممتاز قدمت الآيلتز ما نجحت أو يعني هو الكل بينجح بس أقصد ما جبت الستة أو ستة ونص أوكي جبت خمسة ماشي تعال على كندا خد مستوى واحد من اللغة كمل اللغة وادخل البرنامج المطلوب وتمنياتي للجميع بالتوفيق